في قرية العساوية شرقية القدس وخلف الجدران السميكة والأوباب المغنقة تعانيها أنت الأسير عبد الرحمن محمود حصرة فرق ابنهم المحكوم 19 عاماً وستصوره المتزاحمة في سبيل وجوده بينهم وذويه الذين يغصون بدموع تخنقوا كلامهم وتضيقوا صدورهم عبد الرحمن لكل بحبه يعني ما كانش نزع الإنسان الله يفرض عني بجهة رسول الله وعن جميع المسجين الله يسيدك المحبوب شو نسونا؟ فعل الله أخذوا ظلم وبهتان ظلم في ظلم يعني أخذوه شو نسو يا سيدي إن شاء الله بيروح بالسلامة ونشوفها ونجاوز إن شاء الله ونفرح فيهم وجاء رسول الله أنا عندي عشر من الحين عشر أولاد والرابع هو عبد الرحمن في الشباب إن سجن كان 19-2002 حتى في الانتفاضة الثانية كان يوم الأضحى بالزبط يعني كنا في الليل الصباح بيكون عيد الأضحى ويدخذوه يوم العيد بالزبط الصباح هو تقريباً إخوتي وأقرب إشي كان إلي كنت أنا نمي أبنى في الغرفة كتير كاريد مني أنا كنت كاريد مني فإجا الاحتلال فرقنا من بعض إن السبب الموت اللي ماتت لنه اعتقالها سبب الاحتلال يقبع الأسير عبد الرحمن في ظلمات ليل موحش وبين جدران الزنزين التي لا تنطق ولا تسمع لأهات تتعالى لتدوي في سماء يحلو بالحرية مكبل بين أصفاض الوحدة كيف لا ودقيقة السجن دهر مر عمره ليفقد أم دموعها كانت تبرد أسيرها وهو في السجن وهناك في الأبدية التقت أم عبد الرحمن مع أمهات الأسرة اللواتي رحلنا في المسافة بين الحصرة والألم وقد صارعنا الموت أكثر من مرة ورتبنا حديقة أعمارهم ليعيشوا ويزفوا أبنائهم عرسانا وأحرار إلا أن القدر لم ينصفهم الوالدة كانت تشفيها إشي لما نسجل لكن باستمرار كانت تبكي الليل النهار كل الوقت كانت تعيط وإشي فتأسس مع المرض اللي هو السرطان في آخر فترة يعني حوالي سنتين تقريبا أو أكثر ما كانت إش تقدر تزوله حاولنا نجيبه يعني عن طريق الصليب الأحمر هون هون إشي ما على أساس نجيبه ويطلع شوفها ما كانش يعني ما فيش مجال ما عطناش مجال في نفس الوقت لما توفت كمان حاولنا نجيبه عشان يودعها وهذا كمان مع عطناش ما سنحوش ولا إشي الفترة هاي كتير كتير كانت صعبة علينا لأن أخنا سير وإمي توفت يعني وهو جوا وإننا احنا ما قدرناش نطلع من السجن يعني إننا ما يشوفش يعني إمه تموت وما يشوفهاش فهذي يعني ستشينة في الكلب فهو أثر علينا وطبعا أثر عليه أسطر لأنه جوا مش كادر يشوفها الفترات الصعبة داخل السجن هي فترات ما بتعرضوا الأهل للمشاكل مثلا زي عبد الرحمن ينفقد أمه كانت هي فترة صعبة عليه لما وفت أم عبد الرحمن يعني إحنا يعني كثير تقلمنا كثير يعني استصعبنا الوضع يعني كثير كثير يما محكمة عبد أنا كنت معها لأختي المرحومة في المحكمة لما حكموا سمع تسعة عشر سناء ثم بعد ما ظلت تصبر في حالها ولما أطلعوا عبد أخدوا ثمها دار عشاكة الأسير داخل السجن بيكون كتلة مشاعر يعني وحساس أكثر من الإنسان اللي بعيش في فضاء الحرية يشارك عبد الرحمن رفيق دربه محمد زيدان لتعاني نفس العائلة من فراقهم ويولد جيل لا يعرفه هم أسرى كغيرهم ملفوفين بالليل والمؤبتات وذاقوا الكأس المر ذاته ولم يكن لديهم من خيار سوى الصبر أو الهيسيريا بسبب التعذيب فأكثر من خمس الشعب الفلسطيني عاش الأسر أجيال تسجن خلف قبال الاحتلال لتلدى فلسطين أجيال أخرى يعافو الوطن من أسره محمد زيدان لما أعتكلوا بقى عمره 23 سنة أعتكلوا بقى مروح من شغلة فيش بجوز بحدود فيش ساعة إلى ناين لما يجوا أعتكلوا ولما أعتكلوا نهاريتها سوى العجائب عندنا لكن صبحتها بدايجي عيد الآفحة وكبرك ببطال عبانها موسيقى موسيقى هذول بناتي وأخوي في السجن مش فنش هاي اسمها عريفة وراها على رحمة أمي وهاي اسمها جنة هاي عمرها ثلاث سنين ونص وهاي عمرها سنتين وعمر أخوي يعني مش شافهم إلا في الصور هذول أولاد خواتهم وأولاد أخوتهم اللي محرومين من زيارتهم ومحرومين يشوفهم إن ولده وهم في السجن ما بعرفهم مش ونافس الوقت إن حرموا من زيارتهم هذول تلي الجيل هذا بعرفوهم بس على الصور هذه هي الظروف التي تعيشها أسر فلسطين تكادوا لا تخلوا من أسير أو اثنين يقبعون في ظلمة السجان حاملين قضيتهم وعنوانها الحرية كريستين ريناوي لصباح الخرية قدس تلفزيون فلسطين نصباح الخرية قدقم بس على زيارتهم قريبا لTimballs النظر على أستطالة كريستين للحرية